أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم أن 164 ألف شخص غالبيتهم من المسلمين الروهينغا فروا خلال أقل من أسبوعين من أعمال العنف في بورما ولجأوا إلى بنجلاديش المجاورة معبرة عن قلقها من حدوث أزمة إنسانية وترجح جمعيات حقوقية أن تكون حصيلة القتل الفعلية أعلى بكثير ونقلت منظمة فورديفاي رايس التي تركز على قضايا بورمية عن شهود أن بين القتل مدنيون وأطفال ويتعذر التأكد من صحة هذه المعلومات